مرحبا كل جميعا دب ان شاء الله لدينا انواع الجمل لدينا كرمزو لها فرز فرز يعني يعني طبعا فرز 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 لانه لدينا لدينا فعل فعل وحد يسمى فعل مسائق اللي هما الموضلز اللي هما مثلا must, should can, could may, might الى اخرى وعندنا اللي هو الفعل الاساسي اوكي بعد المرات الفعل الكامل كيتسمى يعني كيمشي معه فعل واحد بحل لاننا لاننا احنا غادي مخطين يعني بحل من المقرر غدا انو غي كن هرزوين أكي فيي نيت او نوفين مخطين طبع فرازات عبارة يعني أفعل كنت نقسمه two types of which the head is a finite verb or non finite where the head is a non finite verb such as infinitive or participle okay finite هو فعل يعني يعني متصرف يعني متصرف و non finite هو فعل غير متصرف يعني يعني conjugated مثلا مثلا في حال infinitive يعني ما كيكون شي و participle اما كن نعملو or ing او جيرند كيكون فيه ing finite verb مثلا عندنا نقرأ او كي هات she acts as the main verb and can be changed according to the noun use only in present and past tense يعني كن خدموه في الحاضر و في الماضي can be indicative of passive or active voice and also a number singular or plural يعني كن عرفوه وش في الماضي كن عرفوه وش الحاضر كن عرفو حتى وش singular ولا plural بالفغب كن عرفوه مثلا she walks إلا شفتنا ذلك walks انا عرف اما انهي اما انهي اما انهي اما انهي اما انهي ات يعني singular so she walks home و walks يعني في ال present دليل هو ذلك إضافة للس here we see that the finite verb is walks and the pronoun is she okay pronoun واحد singular والفغب يعني في ال present هذا finite verb يعني في المتصارف she walks home يمشت الدار so here we can see how the verb changed modified to change the tense of the sentence so يعني finite verb علاش حد شي يعني singular ووقت يعني verb في ال finite verb في في ال past you promised me the last ticket so promised يعني في ال past يعني finite i am excited about going to the amusement park so عندنا تم uh verb to be am يعني ديالي انا وعندنا ديك excited يعني passive voice so فحالة عن قوله فحالة عن قوله عودت يعني adjective يعني ويا خدمت كذلك خدمت في ذاك شي ديال voice ببني المشهول ببني المشهول so i am excited about going to the amusement park so i'm excited وانا أمل ديالي انا يعني singular لانا قامت ب LISA دو تنفسي 은�ت؟ ما كتعرفش هني الزمن دياله وكتستخدم كنونز ولا عدفر بزول ادجكتيبس مثلا عنا ثلاثة ديالتايبس عنا جيرند مش فش تشوف اي انجي ديو فانسي قواناوت مثلا اي لايك سويمين هديك مثلا في حال اي لايك سويمين عنا اي اه مثلا هادا سبجيكت اوكي وهو سنجيلر حانا اي لائك فاني تفير لان في الاسمبل ولكن ان ناسويمين هدك سويمين كتسمى جيرند يعني فاني تفير لانا جيرند اوكي عنا نوي اي نحن او نجيل دير سينا نحن نوي اوكي او نحن 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 نطبة يعني finite verb لنا simple past ولكن سنين الأغاني ديالهم يعني استمتعنا بالأغنية ديالهم وتلك الشي سنين كيف جدت جدت gerund يعني non finite verb infinitive فحل I decided not to go هذيك to go هذيك infinitive يعني non finite اوكي participle فاشكتزد ديك ايدي فحل الشي شو داس plate of.. اوكي يعني ديك ايدي كرمد اوكي هذي كرمد يعني ايدي participle اوكي so verb phrases انا verb phrase the head is always a verb يعني مثلا هذيك اللي احمر هذي كوال verb recommend ولكن recommend كان يحتاجه object يعني لقلت recommend بحدي تاره غلق I recommend this book يعني this book يعني يعني محتاج object محتاج المفعول به علاش حيت حيت يعني many verbs must be followed by a post head آآ strain يعني كيكون محتاجين post head علاش post head يديك ما ندير post head strain هي يديك اللي كتجي مور الفعل هو المفعول به يعني اللي كيجي مور الفعل verbs which require a post head strain are called transitive verbs يعني الافعال اللي كيحتاجوا مفعول به كتسموا افعال transitive verbs transitive يعني افعال متعدية يعني محتاج المفعول به ما يمكنش نقول I recommend ونوقف I recommend what يعني دايما نديك واط زيديك واط دايما نديك واط دايما نديك واط هي اللي كتقول لي واش transitive ولا اللعب اوكي بما انه عمنا واطمة I recommend what I recommend this book كتسمى transitive عنا verb واحد اخر my son made a cake هدي ك made transitive لماذا لانا made what ما ممكن مولاش يعني إلا عقفنا في made عمنا النقطة ما ممكن مولاش my son made what دار شنو دار كيك يعني احتاجت لي direct object فاش كنت تحتاجوا direct object كتسمى transitive verb اوكي the post head is a direct object يعني دايما ال post head كتسمى direct object لكن سهول عليه what كتسمى direct object some verbs are never followed by direct object these are known as intransitive verbs وبعض الافعال ما كيحتاجوش direct object ما كيحتاجوش المفاول به بحالش مثلا فحال علي اسمايل علي ابتسامة اذا الفعل لازم يعني مكمول علي ابتسامة مكمول علي ابتسامة علي ناما اوكي هادو كاملين كيتسمى اه اه يعني اه جملة مكمولة اوكي ما محتاجينش يعني المفعول به سوى عندنا transitive transitive verbs transitive verbs need an object كتحتاج المفعول به I bought a car شريط طموبي بوت transitive verb لاش؟ لاننا محتاج direct object بوت وات دايما اندقوات دايما اندقوات يعني شريط شنو اكار you buy something an object يعني مفعول به what did you buy شني شريتي اكار طفل الطفل ابتسم يعني مفعول الطفل ابتسم الطفل ابتسم يسمى يعني noun phrase وسمع يلي فيها الزب مفعول ورب ورب intransitive you cannot have an object after an intransitive verb in this case smile you cannot smile something قوش نقولوا the baby smiled a man smile the car or something like that another example we waited انتظرنا but nobody came بتواحد ماجا يعني waited و came بش بهم intransitive verbs that are transitive and intransitive بارمارس كي يمشيوا هكا و هكا some verbs can be transitive in one sentence and intransitive in another مرة يكونوا هكا مرة يكونوا هكا مرة يكونوا هكا إلا ترجمناها بشنا Google ولا بشنا Oxford رجبره توقفه و اوقفه اوكي بحل I stopped the car اوقفت السيارة اوقفت شنو I stopped what I stopped the car so I stopped the car يعني transitive لاني محتاج object direct object the car stopped يعني التو موبيل وقفت بوحددة يعني مكمولة عدك تسمى intransitive verb يعني ما محتاجنش direct object sometimes the meaning of a verb بع المرات المعنى الفعل changes كي تغير depending on whether that verb is transitive or intransitive especially with phrasal verbs he runs small grocery store يعني هو كي ما نجي واحد store اما المثال الثاني he runs along the beach every morning دايما كي يجري يعني هدا البيتش every morning هنا يجت بمعنى deal sport فحل sleep كذلك sleep هي transitive و intransitive مثلا إذا قلت لك مثلا I slept أنا نعزت هذه I slept كتسمى intransitive لماذا؟ فهنا في هذه الجملة اللي عملت النقطة حيث اكتملت المعنى أنا نعزت سوما محتاش direct object why because I slept is a complete thought وفعلي يعني هو هذك لازم يعني مكمول أما إذا قلت this room sleeps فهذه الحالة هذي غلطة لماذا؟ لأنني محتاج لأن sleeps يعني جاب أبدل عملنا الاس بعملنا الاس لأن this room sleeps 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 يعني تتسير أوكي يعني sleep عنده جلماني عنده نوم وعنده عنده مثلا I sleep أنا أنام والماضي ديالها I slept أنا نمت اللي قلنا وعندها يتسير so this room sleeps four people يعني هاد هاد الغرفة كالتاسع على الاربعات الأشخاص يعني sleeps شني شني كتسمى كتسمى ترانزيتيف يعني حيث محتاجين أوكي يعني شفتوا المعاني كيفش كتبدله إذاً عدنا ترانزيتيف اللي كيحتاجوا مثلا I teach I teach I teach I teach I teach I love I change I push I tease I drive I feed I turn on what أما intransitive verbs يعني اللي هما مكمولين بحل I walk I wander I fall I fly I read I escape I dance I learn I lift نرمال يعني وبعمرس كيكونوا هكا وهكا لحسب الجملة I see I stop I divide I carry I open I move I play a point I push okay سو عنا verb phrase ولا حسب ع幾تاني يعني عنا الفنكشنال دابا الفنكشنال فرميولا يعني الفرميلة غدي الله الفنكشندي ألم اقصالري plus head plus object plus complement plus modifier this formula states that a verb phrase must contain a head word optionally يعني كي تproceed by one or more auxiliary and optionally followed by objects اولى complements اولى modifier he gave me a book so gave هو الverb so عندنا الفنكشن the verb phrase functions as the head of the phrase كاي خدم كهد هد يعني كي جي في اللوول نرمال read اقرأ يعني جي في اللوول لحد eat the cookies امر هادو غالبا يعني كيكونو imperative يعني الامر اه 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 صعنا is writing اه معنا اه 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 مانا was walking انا ناون فريز يعني في حل ما تكون في يديك اي انت على من كان هدره على تشايد ما له سكريمين يعني ناون فريز يعني كان موضف فيه كان نظر على تشايد اللي كي سكريمي عليمه فانكشنز بار مرتكي فانكشن يعني كيكملي الادجكتيف فحال يعني كتخاف منايش يعني هنا يعني تكميلة ديال الادجكتيف يعني الخدم لي فانكشن يالو كتكميلة ديال الادجكتيف اوكي وهناي شن يخدم لي قلنا كموديفاير اوكي اذا هناك تكميلة الادجكتيف وهناي كمل لي الفرب يعني احنا نقدروا نتحملوا النفقات لاننا نشريطة موبيلة جديدة يعني الفرب كملنا الادجكتيف يعني كيخدم لي فحال الحال رانين اون دا ايس دا مان سليبت and fell اوكي اوكي انايا كذلك خدم لي كحال الكومبليمنت يعني الكمالة الادجكتيف الغربية من كيامال ناؤن55 26 الادجكتيف ناؤنản у Drive أغربي مثلا ايت دا رات ايت دا رات ايت دا رات كان هو دا رات يعني عادي يقول كمaucه اللخر مفعل به دا رات وعندنا فريز حيث عندنا الحرف جر والنعون فريز حيث عندنا الضامر والاسم اللي هو بكات والبريديكاتيف يعني اللي عندنا جدا مور برب تبي وعندنا عدجكتيف كومبليمنت حيث عندنا صفة اللي هي سيك وتسمت بريديكاتيف حيث جدا مور برب تبي وموديفير يعني كن موديفير إذ فرب فريز ينكلد أدرب فريز preposition فريز ناؤن فريز they also include both finite and non finite clauses أدرب موديفير سليبت كيفاش فوقاش سليبت غير بسمطلي يعني يطبني تايم وعودتاني عندنا عدنا كذلك سليبت ان دا شايد اوكي هادي prepositional phrase علاش لان عنا حرف جارئين وعندنا ناؤن فريز سليبت امرو الغد الغد كيتسمى اسم ديال يعني داك الشيء المستقبل اللي هو الغد يعني غد كيختم كاسم اذا عملت يفتيك سنرا يطلع لك ناؤن اوكي هو uncountable ما كنت تحسبش كنت ها بحالدي كريد الاخرة كنت ها بحالدي كريد الاخره قلنا قلنا يعني يعني ذلك الشيء صراحة سهل يعني مش صعب حد الان اللي عندكم اي سؤال الى اخيري حاولوا تخرجوا هذا الشيء و مرحبا بكم في مرحبا بكم